بيبدأ المسلسل مع رايان اللي بتشتغل مديرة مطعم روح وبتبقى رايان قعدة مع صحابها فبيجي اوزار طالب سنوي اللي بينجح في امتحانات بتفوق وبيبقى جايب معها صندوق طماطم وبيشوفوا صحاب رايان فبيسألوها هواجاي يعمليه فها بتعرفوا منه اكيد جاي من عند بايع الخضار وبتستأذنهم عشان تروح له وبتروح رايان تتكلم مع اوزاره وتعرفوا انها ما عندهاش تجاه اي مشاعر وبتطلب منه انه لازم ياخد باله من فرق السن اللي بينهم وفي الوقت ده بيباني الحزن على اوزاره وبياخد لسكوتر بتاعه يمشي ويروح على مرتفع قريب من البحر وفي اخر لحظة بيقرر ان يوقف وبنرجع بالزمن ثلاث شهور وبنشوف اوزاره وبيجهز عشان يروح يطمن على والدته في المستشفى قبل ما يروح للمتحان وبيخلص اوزار للمتحان فوقت قياسي وبيبقى مستنيه ماتى صاحبه وصاحبته دينيز ويحتفلوا بيه لانه هيبقى اسرع واحد ياخد شهاد هندسة الكمبيوتر ولما بيسألهم هم عملوا ايه في الامتحان بيبقوا لاتنين مش عارفين هم كتبوا ايه اصلا وفي اللحظة دين بتكلموا والدته قولين فبيطمنها انه حل كويس في الامتحان وبعدها بيتضايق ويعرفها انها ما ينفعش تخرج من المستشفى لوحدها وبيطلب منها ناة تستنال انه هيجيلها مع صحابه وفي نفس الوقت بتبقى رايان بتشتغل على لابتوب وبتدخل تدوي الاكل اللي بتعمله مليحة اللي بتساعدها في البيت وبيعجبها الاكل جدا وبتطلب منها انها ما تعرفش امير ان الاكل عجبها وفي اللحظة دي بيخرج امير وبيبدأ يتريع عليها وعلى اكل مليحة فبتعتذر رايان لمليحة وتعرفها ان الاكل جميل وبتشكرها ولما بتخرج بتطلب منها مليحة انها تجيب لها طماطن فبتطلب منها رايان انها تقول لها كل اللي هي محتاجية عشان تبقى تجيبه لها وفي نفس الوقت بيبقى اوزار في المستشفى مع ايلين اللي بتصمم انها تمشي من المستشفى ولما بيحاول اوزار يقنع ان الدكتورة هيخرجها كمان ساعة بيأكد له متى ندامش يحصل وبيروح عشان يشغل الممرضة فما بتاخدش بالها منهم ومخارجين وبيروح اوزار عشان يشتروا خضار لانه بيعايز يعمل اكلة حلوة لالين وفي الوقت ده بتوصل ريان وبتستغرب انه بيشم الطماطم فبيعرفها انو بيحدد جودة الخضار لما بيشم ريحتها فبتضحك ريان على طريقته وبتستأزينه انها تنقل الطماطم اللي محتاجها لانها مستعجلة ولما بيرجع اوزار للبيت بتسأله ايلين من الست اللي كان بيكلمها وبيشتري طماطم وبيظهر علينا توتر وبيعرفها انو ما يعرفهاش وكانوا بس بيتكلموا عن انواع الطماطم وبالليل بتبقى ريان عز ما صحابها على عشاء وبتعرفها صاحبتها نرجل انها بتطور في شغلها وفي تقديم المشاريع اللي بتبقى متخصصة فيها وده هيفيد مطعمهم وهينجحهم اكتر ولما بيخرجوا بيسألهم امير بيتكلموا عن ايه فبتعرفوا ريان ان نرجل بتحب تغير نوع المشروب بتاعها كل فترة فبيتري عليها امير وبيبقى شاف ان الاكل الحلو ممكن يتشيرب معا اي حاجة وبيظهر انه شاف نجاح مطعمهم بسبب شغله وان شغل ريان مش بيفيدهم بشيء وبعدها ولما بيمشي الضيوف بتبدأ ريان ترتب البيت وبيبقى امير قاعد بيشرب فبتعتذر له عن طريقة نور رجل في الكلام معي فبيعرفها انه متعود على لسانها اللي ما بتعرفش تتحكم فيه وبيطلب منها انها تاخد معا المشروب ولما بتوافق بيرجع يتريق عليها لانها مش مهتمة غير بالمشاريع ولما بيظهر على ريان انها تدايقت من كلامه بيطلب منها انها تدخل تنام وتسيب الواحد وفي نفس الوقت بيبقى اوزار صهران مع دينيز ومتع البحر وبيبقى بيتكلموا عن احلامهم وخططهم للدراسة وبيظهر على اوزار انه شارد ومش معاهم فبتسأله دينيز هو ساكت ليه فبيرد عليهم وبيعرفهم انه الان بسبب انه خلاص قرى بيسافر وهيبعد عنهم وعن والدته فبتطلب منهم دينيز انهم يبطلوا كلامه عن الدراسة وينزلوا معها البحر والصبح بتبقى ريان بتتكلم مع صداقتها سيدا واللي بتبقى مستغربة انها متمسكة بامير مع انه حقير ومش حزز بقيمتها وبتطلب منها انها تسيبه وتسافر تقعد معهم كمي يوم فبتعرفها ريان انها ما يصحش تتكلم عن جوزها بالشكل ده وبتعتذر لها انها مش تقدر تسافر وتسيبه فبتعرفها سيدا انها تفضل متعلقة بيه طول العمر بالشكل ده مع انها قررت تسيب كل حاجة عشانه هو بيعملها بالشكل ده فبتحذرها ريان انها ما تتكلمش عن جوزها بالطريقة دي وبتطلب منها انها تنهي المكالمة لانها رايحة الشغل وبعدها بيوصل ازار للمكان اللي بيشتري منه الخضار وبيظهر ان الراجل اللي بيشتغل في توصيل الطلبات مش موجود فبيعرض على صاحب المكان انه يساعده وبيطلب منه يوصل صندوق طماطم لمطعم رور وبيوافق ازاره وبياخد صندوق طماطم وبيروح للمطعم وبيقابل ريان فبتسأله عن جودة الطماطم اللي جابها فبيعرفها ان مش هو لنقاهم بس بيأكد لها انهم حلوين وفي الوقت ده بيوصل اميرو بيطلب منه انه يخرج عشان يسيبهم يشتغلوا والتاني يوم بتبقى ريان بتشرب قهوة في الكافيل اللي بتشتغل في دينيز ولما بيوصل ازار بتعرفهم ريان انها قبلته وهم بيشتروا الطماطم وبتبقى خايفة انه يبقى بيشم حبات القهوة كمان فبتعرفها دينيز نعيد ميلاده النهاردة فبتقرد عليهم ريان انهم يجوا يحتفلوا بيه في المطعم وهي تحجز لهم طربيزة وبيستغربوا لما ازار يوافق لانه بيبقى مش متعود يحتفل بعيد ميلاده وبالليل بيوصل ازار مع صحابه لمطعم رون وبتبقى دينيز معجبة جدا بالمكان وشيكته ولما بيدخلوا بتعرفهم البنت اللي بتشتغل في المطعم ان ريان حاجز لهم طربيزة وبيقترح لهم متى انهم يطلبوا اغلى حاجة في المينيو فبتعرفوا دينيز ان المينيو مش مكتوب في اسعار وبعدها بتوصل ريان وبترحب بيهم ولما بتسألهم هيطلبوا ايه بيجاوبها ازار انه هيطلب الطبق الخاص بالشيف وبيطلب اصحابه زيه ولما بيوصل الوردر لامير وبيعرف انه ديوف رايان بيستغرب ان المراهقين دول هيعرفوا يقدروا قيمة الطلب وبعدها لما بيخلصوا الاكل بتخرج رايان عشان تسألهم عن رأيهم وبيظهر ان ازار مع جابوش الاكل وفي الوقت ده بيدخل امير وبيصمم انه يعرف من ازاره وشاف الطبق ناقص ايه ولما بتحاول رايان تمنعوا من احراجهم بيعلي صوته عليها وكل اللي في المطعم بياخدوا بالهم فبيبهين انه بيهزر معيها وفي اللحظة دي بيقرر ازار يعرفوا ان الطبق ناقصه روح المكان ونفسه فبيصخر منه امير ويطلب من رايان انها متاخدش منهم الحساب ولما بيبقوا في العربية مروحين بتستغرب دينيز ان واحدة بجمال رايان متجوزة واحد زي امير وبعدها بتعرف رايان امير انها تروح فبيطلب منها انها تروح لوحدها لانه لسه عنده شغل وفي نص الطريق تقريبا بتقرر رايان انها ترجع للمطعم ولما بتدخل بتكتشف ان امير بيخلها مع ميليس المساعدة بتاعته وبيتعصب عليها امير وبيعرفها انه عمل كده بسبب افعالها لانها مساودة حياته وده لانها صاحبة المطعم هو الشيفي اللي بيشتغل عندها وانها اخترت كل تفاصيل المطعم هو ما كانش لسه ليه اي رائي فبتنفعل رايان لانه بيقولها انها ساودت حياته بعد ما ثابت اهلها واصحابها عشانه وكمان اخدت فلوس من والدتها عشان تساعده يعمل المطعم فبيغضب امير اكتر لانها بدأت تعيره بالفلوس وكمان بتتصرف من غير ما ترجع له وبتجيب ديوف اقل من مستوى المكان وبتقرر رايان تطرده بالرغم انه بيحذرها ان المكان مش يشتغل من غير شيف وبعدها بتروح رايان على الميناء وبتبقى شاربة كتير عشان تنسى اللي حصل وبتنزل البحر وبيقابلها اوزار بالصدفة فبيساعدها انها تخرج من البحر ولما بتسأله انه لو حاب ينسى حاجة وحشة حصلت له بيعمل ايه بيرد عليها ويعرفها انه ما بينساش اي حاجة ولكن بينصح انها لو عاشت يوم سايق تعيش بعد يوم حلو وده يخليها تفتكرهم الاتنين مع بعض فبتقرب منه رايان وتعرف انه لسه صغير ومافهمش الحياة والصبح بيظهر ان رايان نامت في المطعم فبيجي مساعد الشيف يسألها وما يتصرفوا ازاي في الفوضى اللي حصلت في المبخ وهيكملوا شغل ازاي من غير الشيف امير لانه مش بيرد عليهم فبتطلب منه رايان انه يحاول يبقى هو الشيف الاساسي ولو ما قدرش هتقفل المطعم فترة لحد ما تعرف هتتصرف ازاي وفي اللحظة دي بيوصل امير ويعرفها انها مينفعش تقفل المطعم من اول غلطة وبيطلب منها تسامحه فبتغضب رايان وبتطلب منه يمشي وبتقرر انها تكلم شي فاتح عشان يبقى مكان امير وبتروح رايان تستنى فاتح على الكافية فبيوصل ازاره ويعرفها انه كان سعيد مبارح لانه كان معها ووصلها لحد المطعم وبيطلب منها انها تقبله تاني عند المينة فبترفض رايان ولما بيعرفها انه في كل الاحوال هيبقى موجودة على المينة لانه بس هيبقى سعيد لو شافها فبيظهر انها مبسوطة من كلامه وفي اللحظة دي بيوصل فاتح وبيدخل ازاره عشان يساعد دينيز لان توماسك الشيف اللي في الكافية يبقى مش موجود وفي الوقت ده بيبدأ فاتح يقترح على رايان انه يبقى شرك معه في المطعم فبتعرفه انها مفكرتش في موضوع الشراكة فبيعرفها ان الامور اللي بينها وبين امير بقت مؤقتة وهو مش عايز يتورد في امور شخصية بينهم وده ما يمنعش انه هيساعدها لو احتاجت له وفي الوقت ده بيوصل توماسك فبيلتفت فاتح لانه بيبقى شاكك انه الشيف تومر فبيظهر له توماسك انه ما يعرفش وبيتكلم عن ايه اصلا وبالليل بيظهر ان المطعم في فوضة كبيرة وريان مش عارفة تسيطر على الامور والشيفات متوترين والزباين بيرجعوا الطلبات وبتحاول ريان تتواصل مع الشيفات من معرفها بس بيظهر انهم كلهم بيعتذروا لها والصبح بيبقى ازار محضر الفطر لقلين اللي بتستغرب من شياكته وهتمامه بنفسه ولما بتسأله بيحاول يهرب من السؤال وبتبقى عايزة تعرف هو هيسافر للجامعة امتى فبيتعصب ازاره يعرفها انه لسه ما اخدش قرار وبالليل بيبقى الوضع فيه بيزيد سوء الزباين بيرجعوا الطلبات وزباين تانين بيلغوا الحجز ولما بتدخل المطبخ بتتفاجئ بوجود امير اللي بيحذرها انها لو استمرت في غرورها المكان هيفقد صمعته وده لانها مش تقدر تجيب حد مكانه لان شفات كلهم صحابه وهيرفضوا يشتغلوا مكانه ولما بتصمم رايان انه مستحيل يرجع للشغل في المطعم بيارد عليها انه يعوضها عن الفلوس اللي صرفتها على المطعم فبتغضب رايان لانه عايز بفلوس عشقته ياخد المطعم اللي هي تعبت فيه فبيعرفها امير انها بقت مملة وحتى الكلام معها بقى مملة وبيسيبها ويخرج وبعدها بتروح رايان تقابل اوزاره على الميناء وبيلاحظ انها مضطربة ومتوترة فبيحاول يهون عليها لانه بيبقى معجب بها وبيحبها وبنرجع للحاضر والصبح بيبقى اوزار في مطبخ الكافيه بيتضرب مع الشيف توماسك على اطباق نباتية وبيبقى توماسك منبهر بشغفه في الطبخ وبالاطباق اللي بيقدر يعملها وبيروح اوزاره ومعه صندوق طماطم عشان يعرف رايان انه اتضرب مع توماسك ويقدر يسعدها في المطعم فبتتعصب عليه رايان لانه فاكرة انه جاي يكلمها عن اعجابه بيها وبتطلب منه انه يمشي وياخد بالهم الفرق السن اللي بينهم وبعدها بيبقى اوزار في البيت فبتعرفه قلين انها رايحة للسوق عشان تشتري له حاجات عشان سفره للجامعة فبيعرفها اوزار انه مش يقدر يسافر ويسابها لوحده يا تعبانة فبتفهمه قلين انه لازم يسافر ويشوف مستقبله فبيغضب اوزاره ويعرفها انه مستقبله خاص بيه ومش يسمح لحد انه يدخل فيه فبتصمم قلين انها تروح السوق ولما بتوصل بيظهر عليها التعب وبتقع وبيوصل اوزار وبينقلها للمستشفى وبالليل بيرجع اوزار للبيت مع اصحابه اللي بيحاولوا يقنعه انهم يفضلوا معاه بس هو بيرفض وبيبدأ يطمن نفسه ان ايلين هتتحسن وهترجع من المستشفى وبعد شوية بيتفاجئ بهم مكالمة من ايلين بتعرفوا انها يربط من المستشفى وبتطلب منها انه يجي لها يرجع للبيت وبيوصل اوزار بالسكوتر بتاعه وبيسألها يا خرجت ازاي من غير ما الدكاتر يشوفوها فبتطلب منه ان يرجعها للبيت وبيرجع اوزار مع ايلين للبيت وبتقرر انها تنام في الصالة وبتطلب منه ان يدخل قط ولو احتاجت حاجة تندهله وبعد كم يوم بتوصل دينيزو وماتها لبيت اوزار وبيحاولوا يقنعون ان يخرج معهم لانه بقالوا فترة في البيت فبيرفض اوزار وبيتحاجج انه قاعد مع ايلين عشان يطمن عليها ولما بيدخل بتطلب منه ايلين انه يخرج يغار جاو ولما بيرفض بتطلب منه يروح اشتري لها خضار فبيوافق وبيوصل اوزار للسو وبيقابل ريان اللي بتحاول تصالحه وتعرفه انها مكتش تقصد تدايقه فبيعرفها نوم الزعلان وبيسألها ليه مش هتشتري خضار للمطعم فبتعرفوا ان المطعم بينهار والعمال بيمشي وانها خلاص كلمة امير عشان يرجع يدير المطعم فبيحاول اوزار يقنع انها ترجع عن قرارها وده لانها تقدر تعمل اي حاجة لانها بالنسبة له اساس اي حاجة وبتفرح ريان بكلامه ولكن بتعرفوا ان كل الشفات اللي في المطعم مش هوسبوها وبيروح اوزار يعرف توماسك ان ريان هتمشي لو ملقتش شي في دير لها المطعم فبيسأله لو كان بيحبها فبيتلخبط في الكلام وبيطلب منه انه يوافق يدير المطعم فبيستغرب توماسك من كلامه وبيعرفه ان المستحيل يرجع يشتغل في مطعم مشهورة تاني وده لانه عنده مشكلة في الاعصاب وفقد القدرة على التحكم في السكين وبيبقى اوزار مصمم انه يقنعه وبيفضل يلحي عليه عشان يوافق وفي الوقت ده بيوصل امير لمطعم روح وبيعرف ريان انه يغير الاسم فبتجمع العماله وتعرفهم انها مش تسلم المطعم للشيف امير وفي نفس الوقت بيعرض اوزاره على توماسك انه يبقى المساعد بتاعه وهو اللي يستخدم له السكين فبيوافق توماسك وبيوصل لروح وبتعرفه ريان على باقي الشباب اللي بيشتعلوا معيها وفي الوقت ده بيتعصب امير وبيتكلم بغرور فبتترده ريان برا المطعم وبعدها بتبدأ ريان تستعد لفتتاح جديد للمطعم مع توماسك ووزاره وصحابه ولما بيوصل الخبر لامير بيقرر انه يروح على مطعم روح في الوقت اللي بيوقافي المطعم مليان زباين والشغل رجع حسن بالاول وبيدخل امير للمبخ ويبدأ يسخر من توماسك ويكسر في المبخ وبيعرفه نلمبخ كل ملكه حتى ريان ملكه ولما بيقرب منها ويحاول يعتدي عليها بيمنعه ازار فبيضربه في الوقت ده بيغضب توماسك وبيهدده بالسكينه وبيترده برا المبخ ولما بيرجع بيدخل في نوبة قلق فبيحاولوا الشفات المساعدين يهدوه ويتطمنه عليه وفي الوقت ده بتروح ريان عشان تطمن على ازار وبتوقف له النزيف اللي حصل بسبب ضرب امير ليه وبتوصل دينيز عشان تطمن عليه فبتسألها ريان عن الشغل فبتطمنها ان محدش من الزباين بيشتكي من حاجة فبتخرج ريانه للصالة عشان تتابع الشغل بنفسها وفي اخر الليلة بيتجمع كل اللي بيشتغلوا في روح عشان يحتفلوا بالبداية الجديدة وبيبدأ توماسك يشكر ازار ودينيز على مجهودهم وبعدها بيخرجوا عشان يروحوا فبيكتشفوا ان عربية ماتة عطلونا فبتعرض عليهم ريان انها توصلهم وبتوصل توماسك ودينيز وبتكمل مع ازار عشان توصلوا لبيته ولما بيوصلوا بتشكروا انه كان معها في الفترة اللي فاتت وساعدها ترجع تبدأ من جديد والصبح بيقى ماتة عند بيت دينيز مع ازار وتوماسك فبيطلب منهم توماسك مناديل فبيفتح ازار تابلول عربية وبيتفاجئ بمجموعة ازايا الصغيرة فيها مية بحر ومكتوب عليها تواريخ ولما بيسأل ماتة بيتوتر وبيطلب انه يسيبهم مكانهم لانهم هداية وبيصمم ازاره انه يعرف سبب احتفاظوا بيهم فبيعرفوا ماتة انه في اخر 3 سنين كان بيروح فيهم مع دينيز على البحر كان بياخد عينها من مية البحر عشان يعملها هدية تاخدها معها لو راح تجمعها في مدينة مفاش بح وبيوصل ازار مع توماسك واصحابه للغبة عشان يجمعوا حطب ويعملوا تخييم وبيروح ازار مع توماسك عشان يجمعوا مشروم وفي الوقت ده بتكتشف دينيز انها ضيعت الاسويرة اللي عاملها لهم ازار وبتدائق جدا انها ضاعت منهم وبتبدأ تدهور عليها وهي ملهوفة فبيليها ماتة وبيستغرب من رد فعلها وبيبقى شاكك انها بتحب ازار وبيكمل ماتة اليوم ومدائق بسبب شكه ان دينيز بتحب ازار والصبح بتيجي مكالمة لراين من والدتها وبتسألها عن امير فبتعرف ان هم ما يتطلقوا وبتروح رايان لسلط المطعم وبتلاقي اللي بيشتغلوا معها عمل لها حفلة ايد ميلاد مفاجأة فبتفرح جدا وبتشكرهم انهم افتكروها وبالليل بيقرر ازاره ان يمشي اخر واحد من المطعم وده لانه عمل مفاجأة الريون فبيروح على استراحة بتاعتها لجنب المطعم وبيقدم لها الطبق اللي عمله لها باللون اللي بتحبه وبيبقى عارف عنها كل التفاصيل وعارف الحاجات اللي بتحبها واللي بتكرهها ولما بتدق الطبق اللي عمله ازار بيعجبها وبتطلب منه انه لازم يدواه لتوماسك عشان يضفوه للمينيو فبيعرفها ازار ان هي ديته ليها محد اجدقها قبلها وانه بيفكر يضفها للمينيو بس بعدما هي تدقها وبيقرب منها ويعترف لانه بيحبها فبتطلب منه انه يمشي والصبح بتوصل سلمة والدة رايان ولما مش بتلاقيها موجودة في البيت بتروح لها على استراحة المطعم وبتتصدم لما بتكتشف انه ازار بيت عندها وبتبدأ سلمة تلومها وتوبخها لانها عايزة تطلق من امير الرجل الناجح المكتهد عشان المراهق زي ده وبتصخر منها لانها شايفة انها خالفت منه وتربيه مع الاولاد وبتلومها لانها بتاخد منها فلوس وامير بيشتغل وبينجح المطعم في الوقت اللي هي مش شايلة في حاجة فبتغضب رايان وبتعرفها انها شافت امير وبيخونها وبتعرفها انه حتى ما كانش ندمان انه عمل كده وتعامل معاه بكل وقاحة ومحاولش يعتذر لها وبتقرر سلمة تقابل امير وبتعرفه انه غلط في حق ابنتها ولازم يحاول يصلح غلطه وبتنصح انه ما يسيبش النجاح اللي وصله بسهولة وده لانه لو نفصل على الرايان هتعند وتاخد منه المطعم وبتعرفه ان المطعم رجع يشتغل ونجح كمان وبتحذره انه لو ما دواش الجرح اللي سببه الرايان ايجي شخص تاني يدويها وبيدق اميره وبيطلب منها نهتعرفه اللي بيحصل ومين اللي بيحاول يقرب من رايان فبتأكله ان رايان جميلة واكيد هيبقى في رجالة كتير حواليها وفي نفس الوقت بيروح الوزار لصراحة رايان عشان يقنعها انها لازم تواجه والدتها بعلاقتهم وان فرق العمر اللي بينهم مش مهم وبيبقى شايف انه مش مهم لو ان حبيبته اتولدت قبله او بعده وبيطلب منها انها ما تفكرش في حاجة وتعتمد عليه وتحاول تهدر فبتنفع الرايان وبتعرف ان الحقيقة انها ست متجاوزة وكمان فرق العمر اللي بينهم ما يخلي كل الناس تنتقدها واولهم والدته والدتها وبتعرفوا ان علاقتهم مش منطقية ومش هينفع تستمر وفي المبخ بيبقى توماس بيدي اوامر للمساعدين وبيدير الشغل باحترافية وبيطلب منهم انهم يركزوا لان الزبان كتير النهاردة وبيطلب من اوزار ان يعمل طبق سابليه الطلب على اكتر من طرابيزة وبيظهر على اوزار انو مش مركز وبتتأخر الطلبات اللي بيعملها اوزار وبيبدأ الزبان يشتكوا وفي الوقت ده بتكتشف دينيز وتوماس كنو اوزار قاعد في ارضية المطبخ ودخل في نوبة قلق لانو باوس كل اطباق السابليه اللي مطلوبة منه فبيحاولوا يهدوه ويرجعوا للشغل وبعدها بيبقى اوزار قاعد في جننت البيت لوحده فبتيجي الينا عشان تتكلم معاه وبتعرفوا انها تبقى متطمنة عليه لو استافر هو ودينيز مع بعض فبيسألها ومتى فبتعرفوا انه متى طريقه معروف لانو يشتغل مع والده وبتتريع عليه لانه كل ما بتكلمه بيرد عليها ويعرفها انه عارفوا بيعمل ايه وبتطلب منه انه يخرج عشان يصهر مع صحابه وبيقص على اوزار وبيبدأ يشرب بطريقة غريبة فبتحاول دينيز تعرف وميله لكنه مش بيرد وفي الوقت ده بيبقى متى لازم يرجع للبيت فبيطلب من دينيز انها تفضل مع اوزار وما تسيبوش لوحده وبعدها بتبدأ دينيز تواسي اوزاره والطمنه انه اكيد بكرة هيقدر يطبخ احسن وبيروحوا للمكان اللي كانوا بيتجمعوا فيهم اطفال وبيبقى متى كاتب تاريخ على الحيطة فبتفكروا اوزار بالتفاصيل وبتلفت نظره الاسوارة اللي في ايه دينيز فبتعرفوا انه عملها لها لما كانوا في الدرس وبتبقى فاكرة التاريخ بالزبط وبتقرب منه وبتحاول تعرفوا ازعلان ليه ولما بيرفض اوزاره انه يقرب لها بتتدايق وبتتأكد انه بيحب واحدة تانية فبتقطع الاسوارة وبتسيبه وتمشي والصبح بتبقى رايان بتكلم سيدا وبتعرف ان والدتها شافتها مع اوزار وعرفت انها عايزة تطلق من امير فبتنصحها سيدا انها تحدد اللي هي عايزها وتقاتل عشان توصله وفي اللحظة دي بتشوف اوزاره وبيشتغل وبيبقى واضح عليه انه حزين ويتاي فبتيجي دينيز عشان تزبط التربيزة وبتطلب منها رايان انها تساعدها فبتعرفها دينيز انها متعودة لما بتبقى متضايقة تشتغل عشان تقدر تتخطى اللي بتمر بيه ولما بيلاحظ رايان ان دينيز متضايقة بتطلب منها انها تاخد استراحة من الشغل عشان تتكلم معيها وبتخرج دينيز مع رايان وبتبدأ تتكلم معيها وبتبقى دينيز بتهزر وبتتحك فبتعرفها رايان انها بنت لطيفة ودمها خفيف فبتعرفها دينيز انها بتهزر عشان موجوع وده بيبقى اسلوب متى لما تعود دايما انه يهزر ولما حد بيسأله بيجاوب انه بيهزر لانه موجوع فبتطلب منها رايان انها تعرفها السبب فبتبدأ تحكيلها انها بتحب واحد من سنين وفي ثانية خسرته لما تأكدت انه بيحب واحدة تانية وبتأكد لها انها كان بتحلم من سنين انها تبقى معيه وانه شخصه طول الوقت بيفكر بعقله وبيتعامل مع كل اللي حواليه بعقله بس هي اكتشفت انه بيحب واحدة تانية والتجربة دي مسببها له قلم وفي اللحظة دي بتتأكد رايان انها بتتكلم عن ازار وبيوصل امير فبتستأذنها رايان انهم يكملوا كلامهم في وقت تاني وبتروح رايان عشان تقعد مع امير اللي بيبقى بيحاول يصالحها ويعرفها انه عايز المطعم وعايز يرجعها كمان فبتستغرب رايان من طريقته وبتعرفه انها مش تسامحه بعد ما خانها مع ميليست فبيأكد لها انها بالنسبة له ولا شيء وبيعرفها انه لما قبل والدتها اتفق معها انهم يرجعوا يعيشوا زي ما كانوا قبل كده وكأنه مفيش حاجة حصلت وده لانهم بقلهم بسنين مع بعض واسسوا المطعم سوا وكل حياتهم كانوا مع بعض وانهم مفعش يضاحوا بكل سهولة وبيترجعها تدي له فرصة اخيرة وبيظهر على رايان انها بدأت تفكر في انها ترجع له وخصوصا لما بتشوفه وبيلعب مع طفلة وبيعزمها امير على الغداء في الياخت بتاعه فبتحس انه بدأ يتغير وبتطلب منه يديها وقت تتفكر فبيفرح امير وده لانها لو فكرت هيبقى حسن بكتير من انها ترفض الرجوع ليه اصلا وفي اليوم اللي بعده بتوصل رايان للياخت بتاع امير وبيبقى مجهز لها غدا وبيعملها الطريقة مختلفة عن طريقته المتعود عليها وبيبدأ امير يشرح لها الاسباب اللي خلته يخونها فبيعرفها ان الغلط ما كانش غلطه لوحده وان ده مش معنى انه بيلومها وبيعرف انه كان حاسس انه محبوس وكان بيحاول يلاقي مخرج للحالة اللي هو فيها وده اللي خلاه يعمل تصارفات غلط من غير ما يحس وبيظهر على رايان انها بدأت تقتنع بكلامه فبيسألها عن رأيها في الطبق اللي هو حدره لها فبيتعرفوا انه لازيز جدا وعجبها فبيقترح عليها يضيفوا للمنيو الجديد للمطعم فبيتعرفوا انهم لو قرروا يرجعوا فده هيحصل بشرط فبيطلب منها امير تقول كل الشروط اللي هي عايزيها فبتطلب منه انهم يرجعوا بس تبقى علاقتهم بعيدة عن شغل المطعم وده معناه ان المطعم يفضل زي ما هو بنفس الشفات والناس اللي بتشتغل فبيغضب امير لانه شاف ان هو صاحب الحق في المطعم وان اللي بيشتغلوا فيه سرق نجاحه لان هو اللي اسسه فبتسأله رايان لو فعلا هو عايز يرجع لها ولا بس عايز يرجع المطعم فبيعرفها امير انه عايزها هي والمطعم فبتسأله عن نوع الورد اللي هي بتحبه فبيجاوب اجابة غلط فبتغضب وتسيبه وبتمشي والصبح بتوصل ميليس للمطعم وبتدخل استراحة رايان وبتسألها ان كانت فين مبارح فبتستغرب رايان من جرقتها لانها خانتها مع جوزها وجاي بتحسبها فبتعرفها ميليس ان امير مش بيحبها وبيحاول يرجع لها بس عشان المطعم وبتعرفها انها بتحب امير وحبها ليه عم عنيها وخليها مش قادرة تفكر هي كان هيبقى احساسة ايه لما تكتشف علاقتهم وبتعرفها انها حربت كل اللي حواليها عشان حبها الامير وحربت حتى نفسها وبتتعاطف معها رايان وبتأكد لها ان امير مش بيحب غير نفسه وبتنصحها انها لو هتحارب تحارب عشان حب حقيقي وبالليل بتوصل رايان عشان تقابل اوزار على المينة وبتسأله وليه ما جاش الشغل النهاردة فبيعرفها انه كان مستنيها طول اليوم وبأكد لها انه عمره ما هيبطل يستنيها فبتفرح رايان لما بتحس انه متمسك بيها وبتسألها ايه هي وردتها المفضلة فبيجاوبها اوزار انه عارف انها بتحب الخشخاش وفي نفس الوقت بتدخل دينيز استراحة رايان عشان تراجع الكاميرات لان في زبون اتصل بها وبلغها ان ما حفظته ضاعت فبتقرر تراجع الكاميرات عشان تلاقيها وفي اللحظة دي بتكتشف دينيز تسجيل اوزار لما دخل استراحة رايان وكان جايب لها الهداية اللي جاهزها لها يوميد ميلادها فبتنهار دينيز لما تتأكد ان اوزار على علاقة برايان والصبح بتخرج رايان مع اوزاره وبيهزاره وبيلعبه في الشراع وبيقررون انهم يروحوا لتوماسك مزاد السمك وبيشتروا السمك بسعر غالي جدا وده بيضايق توماسك لما بيلاحظ هزارهم وضحكوهم فبيطلب منهم انهم ينزلوا من العربية في نص الطريق وبيظهر عليه انه مش راضي عن علاقتهم وبعدها بيخترح اوزاره على رايان انهم يروحوا للبحر وبتوافق رايان لان الجو بقى حر جدا ولما بيوصلوا بيسألها اوزاره حبته امتى لما قابلها وما بيشتروا الطماطم ولا لما عزمته يميعيد ميلاده ولا لما قرر يساعدها ويقنق توماس كنوشتغل معيها ولا لما عملها هدية عيد ميلادها فبتعرفوا رايان انها حبته مع الوقت وبتسأله وحبها امتى فبيعرف انه حبها في اول مرة شافها فيها فبتأكد له انها عارف انها بتتحب من اول نظرة وبعد شوية بتقصر رسالة على مباير رايان وبيظهر انها تضايقة ولما بيسألها اوزار بتخبع عليه وفي الوقت ده بيبقى متى مع دينيزو وبيقترح عليها انه يعزمها على سفرية او يطلعوا ويخيموا في الغابة ويقترحوا على اوزار ونطلع معاهم فبتعرفوا دينيزو انه اوزار حاول يتقرب منها فبيتصدم متى وبيبقى مش قادر يتكلم وبتدقى دينيزو بتترجع انه اولا اي حاجة فبيسيبها ويمشي هوبان على الانكسار وبيوصل لورشة حكمة وبيبدأ يكسر في العربية وهو غضبان فبيحاول حكمة يوسيه ويخفف عنه وبالليل بتوصل رايان للفندو اللي في امير وبتطلع عشان تطلب منه ان يمسح الفيديو اللي صوره لها مع اوزار فبيتري عليها امير لانها لابسة فستان كل ورود وبتحاول لتقلد المراهقات وبيهددها انه يفضحها بالفيديو اللي معاه هيدمر مستقبلها ويرفع عليها قضية تعويض وهياخد منها المطعم والصبح بتوصل سلمة لبيتريان وبتلاها قاعدة مع اصل المحامية وبتتفق معها على دعوة طلاق فبتدق سلمة وبتسيبهم لوحدهم وبتعرفها اصل ان الدعوة تاخد 6 شهور تقريبا وبتبلغ انها توصلت مع الطرف التاني وعرفت انه تراجع عن انه يرفع عليها قضية تعويض بالفيديو اللي معاه في مقابل انها تتنزلوا عن اسهمها في المطعم فبتعرفها رايان انها مستحيل تتنازل عن ادارة المطعم حتى لو رفع عليها قضية فبتحذرها المحامية انها كده ممكن تخسر كتر من المطعم وبتقترح عليها انها تفكر في الموضوع وفي المطعم بينجح اوزاره ان يعمل سابليه بعد ما كان بيفشل فيه كل مرة وبيظهر ان كل زميله معجبين بشكل الطبق وفي اللحظة دي بيوصل توماس كو وبيبقى شاف ان القوام مش مظبوط فبيحسوا اوزار بالاحبوط وبعدها بتوصل رايان وبتسمع دينيز وبتتكلم مع صاحبتها عن تسجيلات كاميرات المرائبة فبتطلب منها انها تجيلها الاستراحة عشان عايزة اتكلمها ولما بتوصل دينيز بتأكد لها انها شافتهم هي ووزار مع بعض فبتسألها رايان لو كانت هي اللي بعتت الفيديو الامير فبتتحدها دينيز وبتسألها تامي ليه لو عرفت ان هي اللي بعتت الفيديو هتطردها مثلا وبتبقى شايفة انها كفاية انها حطتها في الامر الواقع وخسرتها حبيبها فبتحاول رايان تهديها وتعرف انها ما عملتش حاجة غير انها حبت وده من حقها وبتبقى شايفة ان ما فيش بينهم فرق عشان تحاسبها انها حبت اوزار فبتأكد لها دينيز ان الفرق بينهم عشرين سنة وبتسيبها وبتخرجوا وبيقابلها اوزار وبيحاول يعرف ما لها فبتعرفوا انها بتحبوا من وقت اما كان عندها ست سنين وما كانتش وغدة بالها ان متى بيحبها وبتعرفوا انهم اصدقاء فشلين وبتطلب منه ان يعرف رايان انها اللي بعتت الفيديو الامير فبيسألها اوزار فيديو ايه فبتعرفوا انها بعتت الفيديو اللي هو فيه مع رايان وبتلموا انه سابها تقرب منه في الوقت اللي بيحب فيه واحدة في سن والدته وبتتهموا انه خرب حياتها وخسرها ماتا وبتطلب منه يروح يحاول يعتذر لماتا لانهم خادعوه وتعنوه في ظهره وبتسيبه وتمشي فبيدخل اوزار في نبط غضب ويفقد الوعي وبيشوفه توماسك من شباك المبخ فبيجري عشان يطمن عليه وبتلاحظ رايان تجمع كل الشغالين في المطعم فبتروح بسرعة عشان تتفاجئ لما تشوف الزهر واقع على الارض فبتحاول تفوقه وتطمن عليه وبيتنيل اوزار للمستشفى وبتدخل رايان تعرف انه ضغطه كانواطي ولازم يستنى لحد ما يخلص المحليل بتاعته وبتعرف انه لازم يرتاح وما يروحش المطعم غير ما يبقى كويس وبتفاهمه ان دينيز كان معها وده لانها كان لازم تتكلم وتعبر عن اللي حس بيه وبتبقى شايفة ان اكتر حاجة كانت فيها دينيز على حق انها حبيته للدرجة دي فبيطلب منها اوزار انها تطلعه من المستشفى فبتوفق رايان وبتوصله لبيته وبتطلب منه يكلمها لو احتاج لأي حاجة وبتعرف انها تبقى موجودة في المطعم وبيتخال اوزار انها بتقوله وروح لماتة ولما بينزل بيقرر انه يروح له قبل ما يدخل البيت وبيوصل لبيته ويسأل عن والده فبيعرفوا انه ممكن يبقى في الورشة بيصالح العربية وبيروح اوزار للورشة وبيتصدم لما بيشوف عربية متة متكسرة ولما ما بيلاقوهش في الورشة بيقرر يروح لمركب توماسك عشان يتكلم معاه وبيوصل لمركب توماسك اللي بيتخض لما بيشوفه جايله في وقت متأخر وبيحاول يعرفه متدقلي فبيعرفوا اوزار ان متة ودينيز متدقين منه ومش بيتكلمه معاه فبيعرفوا توماسك انه طالما زعل انه خسر اصدقائه يبقى انسان طيب وبيأكد له ان الحياة مش بس وروده وفرشات زي ما هو شايفها وبينصح انه ما يزعلش لانه ضميره بيعزبه بالعكس مفروض يفرح لانه عنده ضمير وبعدها بيقرر اوزار انه يروح المطعم لريان واللي اول ما بتشوفه بتلومه انه مرتحش كفاية فبيعترف لها انه بيحبها فبتحك له ريان انها من كم شهر لو كان اي حد قالها انه يحصل معه اللي بيحصل ده وانه جوزه هيخونها وتعيش الحالة دي مع شاب في سنه مستحيل كانت تصدق وبتنهر لما بتفكر انها ممكن تخسر المطعم بعد ما تعبت ونجحته تاني بسبب الفيديو اللي مع امير وبيطمنها اوزار انه ممكن يدخل على السيستم بتاع المطعم ويرجع لها الفيديو اللي في امير بيخونها مع ميليس وبتفرح ريان لانها كده هيبقى معها الدليل ضد امير وبينجح اوزاره انه فعلا يرجع الفيديو اللي اتمسح بس بيتصدموا لما يلاقوا امير بيحطوا فوتا على الكاميرا وبيحجب الرؤية ومش بيظهر اي حاجة في الفيديو فبيحاول اوزار يطمنها انهم ممكن يلاقوا حالتين والصبح بيوصل ايجار محمي امير وبيعرض على اصل نسخة العقد اللي عملوا الامير عشان يدير بالمطعم فبتعرفوا اصلي انهم مش هيمضوا على العقد عشان معهم دليل ضد امير وبتعرض عليهم الفيديو اللي امير غطى في الكاميرا فبيعرفهم امير انه غطى الكاميرا لانه كان بيعمل وصفة مكارونا جديدة وبتدقى رايانه بتعرفوا انه مستحيل ياخد منها سهم واحد من اسهمها وبتطلب اصلي من ايجار انه يحاول يتفاهم مع موكله لان الفيديو اللي معهم اكيد هيبقى محل جدل في المحكمة وفي نفس الوقت بتبقى دينيز بتستعد عشان تسيب المطعم وبتبدأ تودع توماس كوباقي زميلها وتتجعها الازار وبيظهر انه ادقى من تصرفها وفي الوقت ده بتكتشف اظهار ميراة في المبخ ممكن تبقى عكسة للمكان اللي كان فيه امير وميليس وعن ناحية التانية بيبقى ايجار بيهدد رايان انه هيقدر يقنع الاضي في ربع ساعة وان الفيديو اللي معهم طالما متظاهر في حاجة يبقى مجرد افتراء على امير وبيطلب منها انها تقعد عشان يكمله تفاوض وفي اللحظة دي بيروح ايجار يرجع الكاميرات التانية اللي في المبخ وبيلاقي تسجيل امير وميليس فبيقرر انه يكلم رايان عشان يبلغها ولما مش بترد عشان بتبقى خلاصها تمضي على العقل بيبقى تلاها رسلة بالفيديو ولما بتعرضه على ايجار بيظهر على الاحراج وبيبقى مش عارف يقولهم ايه وبتعرفوا اصلا ان الفيديو هيغير كل حاجة في القضية وبتوعدهم انه ما يتقابله في المحكم وبتروح ميليس عشان توصل امير واللي بيبقى متضايق بسبب انه هيخسر المطعم فبتحاول ميليس تواسيه وبتوعده انها هتساعده يفتح مطعم جديد وهتدي فلوسة ياشعليها وتسليف الباية من والدها وبتوصل رايان للبيت وبتتفاجئ لما بتشوف سلمة بتستعد عشان تمشي فبتعرف انها خلاص هتطلق وهتقدر تحتفظ بالمطعم وبتتجهلها سلمة وما بتردش عليها فبتعرفها ان الوزار هو لسعيدها انها تقدر تحتفظ بالمطعم وبتترجعها ترد عليها فبتغضب سلمة وبتعرف انها مش راضي عن اللي هي بتعمله وده لان اوزار تقريبا زي ابنها وفرق السن اللي بينهم ما يسبب لها احراجه وسط الناس اللي حواليها فبتعرفها رايان انها الاول مرة هتقدر تكلمها ومش خايفة منها وبتعترف لها انها بتحب اوزار وبتحاول تحضنها عشان تصالحها فبتعرفها سلمة انها تندم على اللي بتعمله وبتسيبها وبتخرجه بالليل بيوصل اوزار لبيت رايان وبتشكره انه فكر في موضوع المرايا فبيعرفها ان دينيز هي صاحبة الفضل وده لانها لما كانت بتودع زميله وماردتش تودعه بقى بيتبعها في المرايا وخطرة الفكرة على باله وفي اللحظة دي بتوصل لورسلة من توماسك اللي قرر يجمعهم هو ودينيز ومت عشان يصالحهم وبتدقى رايان لما بيعرف انه لازم يمشي فبيقترح عليها انه يرجع لها بعد ما يخلص عادته معهم فبتعتذر له لانها تنام وقبل ما يدخل اوزار بيقابلوا توماسك وبيطلب منه انه مهما حصل منهم ما يسيبش القعدة ويمشي وده لانه لوحظ ان الاتنين متعصبين وبيدخل وبيحاول توماسك يفاهمه من الفلوس والحب واي حاجة في الدنيا ممكن تنتهي معد الصداقة استحالها تنتهي فبيغضب متى لانه شاف نوم خنون فبيعرفوا اوزار انهم ما كانوش في وعيهم لانهم شربوا كتير فبتقطعوا دينيز وبتعرفوا منها كتفوا عيها بس كاب بتحب اوزاره وده من حقها فبيغضب متى وبيتهمهم انهم دمروا له حياته فبيعرفوا توماسك انه لازم يطلع كل الجوة فبيعتذر اوزار لمتة وبيعتذر لدينيز لانه بيحب رايان فبيغضب متى لما بيعرف انه بيحب رايان وبيتهموا انه اناني فبيحاول اوزار يفاهمهم انه بيعيش مع رايان احساس او المره يعيشوا في حياته وبيعتذر لهم انه عمل كده غزبا عنه وما فكرش فيهم وفكر بس في نفسه وده لانه كان عايش الحالة مع رايان وبيتدقوا صحابه وبينصحبوا لهم شايفين انه طالما ما فكرش فيهم يبقى هما كمان مفروض مايفكروش فيه وبيرجع اوزار البيت وهو محبط وبيعرف قلين انه كان بيتمنى ترجع زي ما كانت مع متى ودينيز فبتنصح قلين انه بيحاول يعمل مجهودة كتر عشان يرجع الامور بينهم زي ما كانت فبيقرر اوزار يروح الورشة لحكمة وبيطلب منه يساعدوا في تصليح عربية متى وبيروح الصبح يوصل للعربية المتى فبيعرفوا متى انه هو عمله صعب يتصلح في ليلة واحدة وده لانه محاول العربية مش ترجع زي ما كانت وبيطلب منه يسيبه لوحده وبالليل بتوصل نرجول لمطعم روما عضيوفها اللي بيبقى بينهم احمد والد متى وبتقترح لرجول على ريان انها تتعامل مع احمد لانه متخصص في توريد المشروبات للمطاعم وبتعرف نرجول احمد ان الشيف تغير والمينو يتغير بس ده ملوش علقة بالمشروبات لانها بتبقى من اختيار ريان وبيطلبوا منها انها تقعد معهم عشان يتناقشوا معها في الشغل فبتعرفوا منها هتبلغ اللي بيشتغلوا معها وترجع لهم وفي نفس الوقت بيوصل متى للمكان اللي بيتجمعوا فيه واصحابه فبتعرفوا دينيز انها ندمينها لانها حاسة انها بوازت كل حاجة مع ازار وبينفي متى انه تسبب في اي مشاكل فبتأكد له انه هو كمان غلط لانه كان بيحبها من غير ما يعرفها وبتستغرب العربية اللي هو جاي بيها فبيعرفوا انها عربية والده وانه وصلوا الرو فبتستغرب دينيز وبعدها بتعرفوا ان قعدتهم نقص ازار وفي الوقت ده في مطعم رو بيشوف احمد ازار وبيعرف ريان انه صديق ابنهم متى وبيبقى بيتمنى ان ابنه يبقى مكتهد زيه وبيستأذنها انه ينضم لها ويقعد معهم شوية فبتوافق ريان وبعدها بيقرر امير انه ينشر الفيديو بتاعتها مع ازار على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبيشوفوا صحابها ومعرفها ولما بتطلب منها نرجول انها تفتح موبايلها بتتصدم بالفيديو وبتحس بالاحراج وبتسيبهم وتخرج بسرعة وبيحاول ازارهم يبقى مقايها لكن هي بتمنعها وبتطلب منه يسيبها لوحدها وبيوصل ازار لمطعم بعيد عشان يقابل ريان واللي بتبقى عايزة تهرب لانها ما بتبقاش قادرة تواجه الناس بعد ما الفيديو انتشر فبيحاول ازار يفاهمها انها كده بتحقق الامير اللي هو عايزه وبيطمنها انه ممكن يمسح الفيديو فبتعرفوا انها لازم تهرب لمكان بعيد ما حدش يعرفها فيه فبيستغرب ازار لانهم في كل الاحوال مفروض كل الناس تعرف انهم مرتبطين فبتأكلوا انها مستحيل ترجع ولو عايز هو يرجع يرجع لوحده وبيرح ازار مع ريان لما كان بعيد على البحر وبتعرفوا انها بتتمنى ان الزمن يقف فبيعرفها انه كده هيفضل عمره 18 سنة وهي هيفضل عمرها 38 والصبح بيقابلهم بنتين عندهم كارفان على البحر فبيقترحوا عليهم انهم يجي معهم عشان يفطروا ويغيروا هدومهم وفي نفس الوقت بيوصل توماسك للمطعم وبيبدأ يدي اوامر للمساعدين عشان يشتغلوا اسرع ولما بيسعل عن ازاره ريان بيكتشف انهم لسه ما وصلوش وفي الوقت ده بتظهر النتيجة وبتبقى دينيز نجحت على عكس المتوقع وبتنزل تقابل متى وبتعرفوا انها نجحت ولما بتسألوا عن نتيجته بيعرفها ان كل النتائج عكس اللي بيتوقعوا وفي الوقت ده بيبقى اوزاره ريان بيتمشوا على الشاط مع البنتين اللي قبلوهم واللي بيعرفوهم انهم متعاطفين معهم ضد امير لان تصرفاته ما يصحش وبالليل بيبقى متى ودينيز مع صحابهم وبيسألهم عن الكليات اللي عايزين يدخلوها فبتعرفهم دينيز انها عايزة تدرس ادارة اعمال وبيبقى متى عايزة يدرس حقوق ولما بيسألهم عن نتيجة اوزار بتلاحظ دينيز ان في شاب وراها بيشوف الفيديو بتاعه مع ريان فبتتعصب دينيز وبترمي تليفونه في البحر وفي اللحظة دي بتدخل دينيز وبتتخانق معيهم وبعدها بيلومها متى لانها تصرفت غلط فبتأكد انها ما كانش ينفع تسابهم يتكلموا عن اوزار فبيعرف انها برضو ما كانش ينفع ترمي تليفونه للحديث في البحر وبيبدأ يتقلم بسبب الضرب اللي اتضربوا في الخناقة وفي نفس الوقت بيبقى اوزان صهران مع ريان والبنتين اللي قبلوهم على البحر وبيظهر انهم مستمتعين بوقتهم وفي نفس الوقت بيبقى ماتى ودينيز عن توماس اللي بيطلب منهم انهم يدوروا على ايزار لان تليفونه مقفول ومختفي وبينصحهم يصالحوه دل انهم اخدوا حقهم منه وابخوه في الوقت اللي هو كان بيحاول يصالحهم فيه وبيعرفهم انه اوزار مالوش حد غيرهم وفي نفس الوقت بيبقى اوزاره عايز يشوف انه تكتو وبيبقى المكان اللي هو فيه ما فيه الشبكة فبيطلب منه البنات انه يطلع على سطح الكارفان ويبقى فيه شبكة ولما بيفتح تليفون بيشوف رسال صحابه فبيبان علينه فرحان وبيعرفوا منه نجح وبعدها بيتفق مع رايان انهم يرجعوا الصبح والصبح بيوصلوا للمطعم وبيتصدموا لما بيشوف توماسك هو غضبان وبيسيب المطعم ويخرج وبيعرفوا انه غضب لما عارف ان اكرم مختص الجودة عنده حجز في المطعم فبيرفض انه يطبخ له بيقرر يمشي وبيظهر ان فيه مشاكل كبيرة بينه وبين اكرم وبتطلب رايان من اوزاره انه يحاول يرجع توماسك فبيعرفوا انه عنيده اكيد مش هيوافق يرجع فبتطلب منه انه هو يبقى شيف وبتظهر الصدمة على باقي الشفات لانه اوزار اصغر شيف فيهم وبيعترض اوزان لانها عايزة حبيبها يبقى هو المتحكم فيهم وبيطلب من زميل انهم يعترضوا وده لانه كل الناس شافت الفيديو بتاعهم وبيبقى اوزار عارف انه اوزان هو اللي ساعد امير على نشر الفيديو فبتقرر رايان انها تطرده وبيبقى فيه مجموعة كبيرة من زميلهم وايدين موقفه وبيقرروا انهم يمشوا معاه وفي الوقت ده بيلاحظ اوزار ان عربية متة جاية اتجاه المطعم وبيوصل متة ودينيز وبيصلحوه ولما بتحاول رايان تعتذر لدينيز بتتفاجئ انها بتحضنها وبيقرر انهم يساعدوها في المطعم وبالليل بيبقى اوزار بيدير المبخ وبينجح انه ينفس كل الاطباق بشكل محترف وبيوصل اكرم وبيعرف رايان انه متحمس يدوء اكل من ايد توماس لانه عارف انه رجع يشتغل معيها فبتعتذر له رايان وبتعرف انه هيدوء الاكل من ايد شيف جديد وشوتر بيشتغل معيها وبيطلب اكرم طبق سبليه فبيتوتر اوزار لانه ما يعرفش يطلعه بقوام مزبوط رايان تدعمه وبتعرف ان توماس كميشي لانه واثق فيه وبتطلب منه ينسى المطعم والناس وهيتخال انه بيعمل الطبق عشانها وبعد شوية بيخرج طبق السبليل اكرم وبيبقى كل فريق مطعم روه بيرقبه رد فعله وبيظهر ان الطبق مش عاجبه ولما بيداق متى من رد فعله بتعرفه دينيز انه لو ما عجبوش ممكن يقفلهم المطعم وبعد شوية بيبقى لسه ما وصلش تقييم اكرم فبتشكر رايان فريق الشفات لانهم عملوا كل اللي يقدروا عليه وفي اللحظة دي بتوصل لينيزه وبيبقى معاها تقييم اكرم للطبق واللي بيبقى شايف انه اكل اجمل طبق في حياته وما كانش مجرد اكل ولكن كان اشبه بالموسيقى وانه اهم عنصر في الطبق ان اللي عمله شاب عمره 18 سنة وبيبدأ زميله يحتفلوا بيه عشان النجاح لقدر يحققه وفي نفس الوقت بيحس فريق امير بالاحباط لما بيبلغهم اوزان بتقييم اكرم لطبق اوزار وبعدها بيخرج اوزار مع رايان وبيبقى ملاحظ عليها اعرض الحمل ولما بيسألها بتأكد له انها فعلا حامل فبيغضب وبيسيبها وبيمشي وبعدها بتوصل سيدة عشان تبقى مع رايان في المستشفى في الوقت اللي بتطمن فيها الحمل ولما بتدخل للدكتورة بتعرفها انها في مرحلة الخطر لانها سنها كبير على الحمل فبتعرفها رايان انها بتفكر تجد الجنين فبتحذرها الدكتورة لان ده ممكن يبقى اخر حمل لها نتيجة ان اسمها كبر وفي نفس الوقت بيبقى اوزار مع صحابه وبيبقى مش عارفة يتصرف ازاي وبتبقى دينيزة عارفة انه مش عايز يبقى ابوها في السن ده لكن بتلوم انه مش مع رايان في المستشفى وده لانها ممكن تكون بتجد في الوقت ده وبعدها بتبقى رايان مع سيدة اللي بتنصحها تاخد قرار فبتعرفها رايان ان القرار مش لها لوحدها وده لانها مش عايزة تربي طفل من غير ابوه فبتنصحها سيدة انها تحتفظ بالطفل عشان ما تندمش وبتدحك لما بتفكر انها هتربي الطفل وابوه وبعدها بتروح سيدة مع رايان للمطعم وبتتعرف على دينيزة متة وازار وبتعرفه من رايان دايما بتحكيلها عنهم وبتدخل استراحة رايان فبتعرفها ان القزار جابت درجة انها قافل امتحان فبترد عليها سيدة انه بين علينه شاب زكي وبعدها بيخرج متة وبيعرف من دينيزة ان المطعم ما حجوز لمدة شهر بفضل الطبق اللي قدمه ازار لأكرم وبتلاحظ دينيزة ان في روج على خد متة فبيعرفها ان السيدة بسيته في خده وبيظهر على دينيزة انها دايقته وبتسيبه وبتدخل المطبخ تبلغ فريق الشفات ان المطعم ما حجوز لمدة شهر وبيبقى لهم متة نداء بفضل الشيف ازار وانه كل المكالمات اللي بتوصلهم بتشكر فيه فبيستأذنهم ازار انه هيغيب لمدة ساعتين وبيبقى محضر طبق سابليه وبيروح لتومسك وبيبدأ توماسك يحكيله انه ما كانش بيعرفيه اللي بيضل حد ما قابل مراته والتعلم الطبخ عشان يسعدها وبيبقى بيعملها اطباق مختلفة وجميلة ووقتها قرر انه يدخل مجال الطبخ لحد ما فيهم رجع البيت والقاه سايبالورسالة بتعرفوا فيها انها ما بقتش بتحبه وفيوقتها حاس انه ما بقاش محتاج لها وقرر يكمل في الطريق اللي بدأوا فبيسألوا ازار اعلقة ده باكرم فبيعرفوا ان اكرم كان بيكتب عنه كلام حلو وبيوصفوا انه احسن شيف ودوقوا طعم النجاح وبعدها بقى شخص اناني ومش شاف غير نفسه وبقى مهم اللي زوجته اللي كان بيحبها وده اللي خلاها تسيبه وبيطلب من ازار انه يرجع للمطبخ بتاعه وقبل ما يمشي بيهديله عدة السكاكين بتاعته وبالليل بيروح ازار يقابل ريان على الميناء وبتبقى عارفة انه اخد الدرجة النهائية هو وخمسة بس من زميله وبيطلب منه يقدم على الجامعة فبيأكد لها انه مش عايز يسيبها ويروح مدينة تانية وبعدها بيتجمع ريان وسيدة واظار وصحابه عشان يحضروا مزاد النبيت السنوي وبيقابلوا امير وميليس في المزاد وبيبقى واضح ان السيدة مدايقة منه وبيبدأ المزاد وبيظهر انه فيه تحدي بين امير واظار وبينجح امير انه يشتري نوع نبيت غالي وبيطلع يتكلم على المنصة وبيهدير ريان وحبيبها اللي عمره 18 سنة انها تهرب على انها تواجههم وبتبقى شايفة انها مش مضطرة تعتذر عن انها سعيدة في الوقت اللي فيه كل اللي حواليها تعساء وبتعرف امير انه مالوش دخل في علاقتها بحبيبها ازار وفي الوقت ده بيظهر كل الحضور دعمهم لريان وحتى ميليس اللي بتبقى متدايقة من تصرفات امير وبيبدأوا يحيوها ويسقفوا لها فبيتدايق امير وبيتسحب من المزاد وبالليل بيروحوا يحتفلوا على الميناء وبيشربوا ان بيت الاشتراق امير وبتبقى السيدة معجبة بهم كلهم وبتهاني رايان انها عارفة تختار صحبة لطيفة زيهم فبتنبهها رايان انها لازم تتحرك على المطار عشان تلحق طيارتها اللي هترجعها لاستنبول وبتروح معها عشان توصلها للمطار وبيقترح عليها ازار انها تيجي تفتر مع والدته بكرة عشان يعرفهم على بعض فبتوافق رايان على اقتراحه وبتبقى شايفة انها تحب والدته جدا وبترجع رايان البيت وبتكتب رسالة طويلة للأزار بتعرفوا فيها انها عمرها محبة حد زيه بس مش تقدر تشايله مسئوليه هو في السن ده وبتعرفه انه مستحيل يقبل انه يسيبها ويسافر يدرس وعشان كده قررت انها هي اللي تمشي وبتترجع يعيش سنه ويشوف مستقبله مع اصدقاءه اللي في سنه والصبح بتوصل رايان لبيت ازار وبتبقى عايزة تسيب له رسالة ولما بتروح عشان تسيب له رسالة على الباب بتتفاجئ بيه بيفتح لها وبيطلب منها تدخل عشان تفطر معاهم لانه محضر لها فطر لزيز وبتدخل رايان وبيطلب منها ازار انها تتعرف على قيلين والدته وبتتصدم رايان لما بتكتشف ان ازار طويل وقت عايش في واهم ان والدته المتوفية عايشة معايا فبتقرر ما تسيب لهش الرسالة اللي بتبلغوا فيها انها تمشي وتسيبه وده الان بيبقى ازار وصيبه مرض نفسي بعد موت والدته وطول الوقت بيبقى شايفها معايا الفيديو ده كتبته شايماء محمد وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا الملخصات الانيمي والكارتون سلام